التأسس كطرف مدني ورفع شكوى ضد مجهول في قضية تسريب التسجيل الصوتي خطوة باشرت بها وزارة الشباب والرياضة لتطبيق مقولة أخلاقة الرياضة ومحاربة الفساد في غياب تام للاتحاد الجزائري لكرة القدم والرابطة الوطنية لذان اكتفايا بنشر البيانات عبر الموقع الرسمي والتصريحات في القنواتيات تلفزيونية اليوم بعد ما شفنا توسك وشه وسراء والناس كل تعرف مع العدالة اليوم قررت الرابطة والتي شفت باللي تقاست في الانتغريتي في الرياضة الجزائرية تأسسنا كطرف مدني بعد إداعي ثنائي المكالمة المسربة سجن الحراش ووضعهم رهن الحبس الاحتياطية واتخاذ عدة إجراءات في حق أشخاص برز اسمهم في هذه القضية يخرج بوق الرابطة الوطنية بتصريح يؤكد من خلاله تأسس الرابطة كطرف مدني في الشكوى التي رفعتها الوزارة الوصية وهو الذي يبرر عدم تأسس هذه الأخيرة في وقت سابق في هذه القضية بسبب عدم صدور عقوبة لاجنة الاندباطة الاشتماع الدوري الذي عرفه مكتب الرابطة الوطنية شهد حربا بريدة وتباينا كبيرا في تصريحات أعضائه الذين حملوا مسؤولية ما يحدث في المحيط الكروي من قضايا فساد للاتحاد الجزائري لكرة القدم بسبب نظام المنافسة المتبني وطريقة تسيير هل تريد هيئة مدوار من خلال هذه الخرجة كسب نقاط إضافية وتحميل المسؤولية للفيدرالية؟ ترجمة نانسي قنقر